السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنكتب برنامج يقوم بإنشاء نافذة تحتوي على menu هذا هو المثال إذن عندي النافذة عنوانها menu example تحتوي على two menus داخل المنو 1 بإمكاني أن نسوي select لأيتمس إذن اللي حنستعملها في هذا المثال عندي gmenu bar هو ما هو موجود في أعلى النافذة والذي حيحتوي على المنيوز إذن حيحتوي على المنيو 1 والمنيو 2 بإمكاني أن أضيف منيو 3 منيو 4 إلى غير ذلك أو أغير حتى أسامي المنيوز ثم أحتاج أيضا إلى gmenu items اللي هما موجودين تحت menu 1 بالنسبة لمنو 2 لم أضف أي gmenu items ثم في الconstructor menu example قمت ب استدعاء السوبر الذي يقوم بإنشاء النافذة ويحدد اسمها عنوانها menu example قمت بإنشاء الأيتم 1 الأيتم 2 والأيتم 3 وضعت بين قوسين الأيتم 1 عنوانه 1 ثم الثاني 2 ثم ربطت الأيتمس ب action listener لماذا؟ لأنه عندما أضغط على زر أريد أن تصير action إذن item1.add action listener نفس الشيء بالنسبة لي الأيتم 2 والأيتم 3 قمت بإنشاء المنيو بار أنشأت gmenu الأول والثاني أضفت الأيتم لي المنيو 1 menu1.add المنيو 1 المنيو 2 إلى المنيو بار قلت أن هذه النافذة this.setMenuBar صارت لهذه النافذة المنيو بار اللي قمنا بإنشاءه حددت الحجم 400-400 ثم setVisible عشان تصير هذه النافذة يمكن أن نراها إذن هذا الجزء من الكود يمكن عندما أشغل البرنامج أن تحصل على هذه النافذة الآن عندما أضغط على الزر أريد أن أطبع شيء إذن هذا الجزء من الكود سيكون موجود في actionPerformed method إذن actionPerformed بين قوسين هناك parameter E هذا اللي هو نوه actionEvent ويحتوي على المعلومات على أي item ضغط إذن عندما أكتب E.getSource هذا حيرجع لي الائتم هل هو يساوي الائتم 1؟ لو كان يساوي الائتم 1 سأطبع 1 لو يساوي الائتم 2 سأطبع 2 ولو يساوي الائتم 3 سأطبع 3 أخيرا في الميل ميتود قمت فقط بإنشاء Object نوعه menu example إذن أنفذ هذا البرنامج أتحصل على هذه النافذة هنا عندي المينو 1 هنا المينو 2 عندما أضغط على First سأطبع لي 1 ثم الثان أبدا أضغط على Second يطبع لي 2 ثم الثالث سأطبع ثان طبعا هذا مثال بسيط جدا بإمكانكم أن تغيروا في الكود عجان الأمر تحددوا اسم المينو العدد العناس الموجودة في كل منو إلى غير ذلك المترجم للقناة